أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكفرا ولا مستكفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير علم دا ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوجا كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما قاتم تعاملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكوى في صخرة فتكوى في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وامهى عن المواكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض ما رحى إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقصد في مشيك واقضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالغوة المطام وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفرا ومن كفر فلا يحزنك كفرا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليط ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إلا هما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلمه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدا إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنومة النام ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنومة العام ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظل لذعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمَا وَاخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازِي وَالِدِهِ شَيْئًا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا فلا يغرونكم بالله الغرور فلا يغرونكم بالله الغرور إن الله ويا دمع المستعام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير